قبل أسبوع كان الملياردير الأمريكي ومالك منصة X ألون ماسك في مرمى انتقادات إسرائيلية متزايدة بشأن الحرب في غزة واتهامات بتشجيع الكراهية والمعادات للسامية ولكن ماسك ظهر فجأة في زيارة لإسرائيل رافقه فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو شخصيا زار نتنياهو ومالك شركة ستارلينك كيبوتس كفار عزة الواقع على بعد نحو خمسة كيلومترات إلى الشرق من قطاع غزة مرتديا سترة واقية من الرصاص تفقد ماسك ونتنياهو البلدة تحت حراسة أمنية مشددة وفي ظل وجود عدد كبير من الكاميرات واطلع ماسك على صور لما جرى في كفار عزة خلال الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي وأدى إلى قتل نحو 1200 شخص معظمهم من المدنيين بحسب السلطات الإسرائيلية وقد دأب المسؤولون الإسرائيليون على اصطحاب الزوار الأجانب والصحفيين في جولات لتلك البلدات زيارة رائد الأعمال الأمريكي لم تقتصر فحسب على لقائه بنتنياهو فسلسلة الاجتماعات التي أجراها مع مسؤولين آخرين في إسرائيل حملت نتائج ومواقف توقف عندها كثيرون من بينها استخدام خدمة الإنترنت عبر نظام ستارلينك للأقمار الصناعية التابع لمسك ففي تحول جديد أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي إن بلاده وماسك توصلا إلى اتفاق لا يمكن بموجبه تشغيل وحدات ستارلينك الفضائية في إسرائيل وقطاع غزة إلا بموافقة وزارة الاتصالات الإسرائيلية ولكن ماسك لم يؤكد الوصول إلى الاتفاق المشار إليه ولم ينفيه أيضا يأتي هذا مشاهدين بعد أن أدى انقطاع خدمات الهواتف والإنترنت إلى عزل سكان قطاع غزة نهاية أكتوبر الماضي وحينها أعلن ماسك أن خدمة ستارلينك ستؤمن الاتصالات لمنظمات الإغاثة داخل القطاع وهو ما عارضه وزير الاتصالات الإسرائيلي محذرا بأن حركة حماس ستستخدمها للقيام بأنشطة إرهابية وفق تعبيره زيارة ماسك شملت كذلك لقاءات مع ممثلين عن عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حماس واجتماعا مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوك وأعلن ماسك دعمه للحملة التي تشنها إسرائيل على حماس داعيا لوقف الدعاية التي تولد القتل هذا ما قاله كما تعلمون لقد تحدثت للتو مع رئيس الوزراء من الواضح أن هناك ثلاثة أشياء متعلقة بوضع غزة يجب أن تحدث أعني ليس هناك خيار سوى قتل أولئك الذين يصرون على قتل المدنيين ليس هناك خيار لن يغير رأيهم ولكن الشيء الثاني هو تغيير التعليم بحيث لا يتم تدريب جيل جديد ليكون قتلا ثم الشيء الثالث وهو أيضا مهم جدا هو تحقيق الرخاء لم يدلي مكتب ماسك بعد بتعليق بشأن الزيارة ولا يعرف الكثير عن أسبابها غير أنها تزامنت مع تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس وبعد طبعا قرابة أسبوع من مواجهة الملياردير إدانات متعددة بسبب إعجابه ورده على تدوينة تهم على إثرها بمعادات السامية وهجم البيت الأبيض آنذاك ما وصفه بالترويج البغيض لمعادات السامية من جانب ماسك في حين أعلنت شركات أمريكية كبرى سحب إعلاناتها مؤقتا من على منصة X على مواقع التواصل تباينت الآراء حول زيارة ماسك في العالم العربي حث نشطاء الملياردير الأمريكي إلى زيارة غزة من خلال هاشتاغ ومن المعلقين من انتقد زيارته إلى إسرائيل ووصفها بأنها رحلة ريبراندينج أو إعادة ترويج لمنصته في حين رحب مغردون إسرائيليون وأجانب بالزيارة باعتبارها مهمة يجب أن تستكمل بإجراءات لمحاربة العنصرية على منصة X مثلا محمد كامل يقول مفيش مشكلة أن إيلون ماسك يزور إسرائيل في النهاية هو لا عربي ولا مسلم هو في النهاية رجل أعمال بس سؤال ليه ما يبقاش في دعوة لإيلون ماسك لزيارة غزة ويشوف بعينه كم الدمار أما كارين هارست فتقول من الجيد أن نرى إيلون ماسك يتواصل في الواقع توفير خدمة ستارلينك دون تمكين الإرهابيين ليست مسألة تافها ومرة أخرى يعمل إيلون على تحمل المسؤولية والقيام بكل ما في وصائه ولكن مشاهدين حتى بين الإسرائيليين أنفسهم لم تكن أصداء الزيارة كلها إيجابية وكلها مرحبة بماسك فثم تم انتقدها على غرار إستر سولومون رئيسة تحرير صحيفة هاريتس التي قالت في مقالها إن إيلون ماسك المعادي الصارخ للسامية وناشرها يجب أن يكون شخصا غير مرغوبا به في إسرائيل شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندين سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها ترجمة نانسي قنقر